اشتركوا في القناة في مدينة الحديدة والميليشيات تقصف نقطة رقابة ومستشفى داخل المدينة تدمير ميليشيات الحوث لأربع مدارس في منطقة الغيل بالجوف يحرم مآت الطلاب من مواصلة التعليم نشرة الثالثة والنصف من السيديوهات قناة اليمن اليوم أهلا بكم شهدت جبهة نه مواجهات ضارية بين القوات الحكومية وميليشيات الحوثية التي تدفع بكل قوة نحو استعادة مواقع خسرتها في الأيام الماضية بعد أن عقد أبطال القوات الحكومية العزمة على استكمال تأمين جبهة نهم والتقدم صوب صنعاء استعدادا لتحرير العاصمة من قبضة الميليشيات اشتركوا في القناة الله أكبر الله أكبر شكرا للمشاهدة ماشي وضكها بيحرق ماشي الله أكبر في الحديدة أحفظت القوات المشتركة محاولة تسلل الميليشيات الحوثية داخل المدينة في إطار خروقات الميليشيات المتصاعدة للهدنة الأممية وفاد الإعلام العسكري التابع للقوات المشتركة أن الميليشيات الحوثية دفعت بالعشرات من عناصرها في محاولة تسلل واستحداث تحصينات شرق معسكر الدفاع الساحلي بشارع الخمسين وتصدت للتسللات وحدات من اللواء الأول حراس جمهورية مكبدة الميليشيات قتلى وجرحى وإجبار البقية على الفرار ألفت الإعلام العسكري لأن محاولة تسلل الفاشلة تزامنت مع خروقات جديدة للهدنة الأممية من قبل الميليشيات الحوثية إلى ذلك أكدت مصادر مطلعة مصرع مشرف ثقافي للميليشيات الحوثية في الساحل الغربي يدعى أبو محمد اللحجي إلى جانب عشر من عناصرها يشار إلى أن الصريع اللحجي من أبناء محافظة دمار مديرية أنيس وقصفت ميليشيات الحوثي نقطة رقابة ومستشفى داخل مدينة الحديدة الإعلام العسكري التابع للقوات المشتركة أكد أن الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران استهدفت تقمداد نقطة رقابة الخامري بسلاح القناصة من سطح منزل خلف عمارة عدي بشارع الخمسين وتعد الخامري إحدى خمس نقاط رقابة نشرت لجنة تنسيق قادة الانتشار في خطوط التماس داخل مدينة الحديدة بموجب اتفاق ستوكولم كما استهدفت الميليشيات الحوثية بثلاث قذائف بعشر مستشفى الثاني والعشرين من مايو في ذات الشارع متسببة بمزيد من الدمار في المستشفى وفي الجبلية كثفت ميليشيات الحوثي سلسلة خروقاتها وقصفت مواقع القوات المشتركة في المنطقة التابعة لمديرية التحيطة جنوبي محافظة الحديدة مصادر عسكرية ميدانية أفادت أن ميليشيات الحوثي استخدمت خلال القصف قذائف مدفعية نوهاون تقيل وأسلحة متوسطة وأوضحت المصادر أن عناصر من الميليشيات استهدفت مواقع أخرى للقوات المشتركة بمختلف أنمع الأسلحة الرشاشة ومعدلة البيكة وتواصل ميليشيات الحوثي انتهاكاتها للهدنة بشكل يومي في ظل صمت أممي تجاه تلك الحروقات التي تهدد سير الهدنة وعملية السلام في الحديدة التي ترعاها الأمم المتحدة في الدريهمي تمكنت القوات المشتركة من إسقاط طائرة استطلاع حوثية مسيرة في سماء المديرية مصادر عسكرية ميدانية أكدت إسقاط طائرة الاستطلاع الحوثية أثناء تحليقها شمال مديرية الدريهمي وهي تحاول تصوير ورص مواقع وتحركات القوات المشتركة المصادر أكدت أن الميليشيات كثبت خروقاتها وانتهاكاتها للهدنة الأممية في الحديدة وتواصل تصايدها العسكري بكل الوسائل ومنها القصف والاستهداف وحفر الخنادق ومحاولات التسلل نحو مواقع القوات المشتركة اطلع مدير شرطة الحديدة العميد نجيب ورق ومعه عدد من مديرية المكاتب المحافظة على حوال النازحين في مخيمات النزوح بالخوخة واطلع العميد ورق على الأضرار التي تعرضوا لها نتيجة هطول الأمطار الغزيرة التي منى الله بها على المديرية وأوضح أن حالة المخيمات تستدعي تدخل للتخفيف من معاناة النازحين في هذه المخيمات التي أصبحت بحاجة ماسة لتأهيله داعينا المنظمة الإنسانية للتعامل الإنساني مع هذا الوضع المساوي الذي يعيشه النازحون معنا عبر الهاتف هاشم الخبتي وهو إعلامي في اللواء التاسع عمالقة خروقات متواصلة آخرها قصف مستشفى داخل الحديدة وأيضا استهداف لنقطة الخامري وهي أحد النقاط التي نشرتها الأمم المتحدة هذه الخروقات هل تصل إلى لجنة المراقبة الأممية وهل أبدت بيانا أو كان لها ردة فعل على هذه الخروقات أبدت بيانا أو كان لجنة المراقبة الأمم المتحدة أبدت بيانا أو كان لجنة المراقبة الأمم المتحدة هاشم الخبتي الإعلامي من اللواء التاسع عمالقة نحن لا نستمع إلى الصوت بشكل جيد ونعتذر من أسداء المشاهدين كون الخلل من المصدر دكت القوات الحكومية تحصينات وأماكن تجمعات لميليشية الحوثي في منطقة الرزامي في مديريه الصفراء بمحافظة صعدة مصدر عسكري أفاد أن القوات الحكومية قصفت تحصينات وتجمعات ميليشية الحوثي في تبت عمير والتباب المطلة على النقع المحاذية للجربة والغرابة وأسفرت عن مصرع القيادة الميداني أبو فائز الطيري ودحر بقية عناصر الميليشيات وأكد أن عملية التحرير مستمرة في محور الطلح بالصفراء ضد ميليشيات الحوثي وأنها تمضي بوتيرة منتظمة إلى أن يتم استكمال تطهير محافظة صعدة وبقية المحافظات في دمار شنت ميليشيات الحوثي حملة اختطافات بحق أهالي قرية المواهب شرقي مدينة دمار وقامت باختطاف ثلاث نساء وعدد من الأطفال ونقل الميثاق نت عن مصادر محلية أن الحملة رافقتها ميليشيات نسائية يطلق عليها الزينبيات وشرعت بالاعتداء على النساء والأطفال بصورة مهينة قبل اقتيادهم إلى المتقل وأشار المصدر إلى أن الميليشيات اقتحمت منزل المواطن علي أحمد قرموس المخفي قسرا في سجونها منذ أشهر وقامت باختطاف نساء واقتادتهم بالقوة إلى سجن البحث الجنائي بصورة تتنافى مع القيم والأخلاق الإنسانية وعبر أهالي القرية عن غضبهم واستنكارهم للعمل الإجرامي الذي أحدثته الميليشيات في المنطقة واعتبر ذلك تعديا صارخا على حرمة المرأة اليمنية ومساسا خطيرا بكرامة وعراضي اليمنيين إقدام الميليشيات الحوثية على تدمير أربع مدارس في مديرية الغيل غربي محافظة الجوف حرم أكثر من ستمائة طالب وطالبة من التعليم وصلت زاحم كثيف في المدارس أو في المدرسة الوحيدة التي يتوافد إليها الطلاب الذين تجاوز عددهم التسعة مئة في ظل رغبة شديدة في مواصلة التحصيل العلمي تعد مدرية الغيل أكثر المدريات بمحافظة الجوف تضرورا من دمار ميليشيات الحوثي بكل شتى الحياة صادفنا مشاهد مؤثرة عند دخولنا إلى هذه المديرية تركت الحرب الهيكل الحديدي لإحدى المركبات التي وقدها أطفال الحي مكانا مناسبا للعب فيه مشاهد تفجير المدارس التعليمية أكثر ما لفت انتباهنا فقد وجدنا بحوالي أربع مدارس حكومية قد خرجت عن الخدمة تماما لم تترك الميليشيات الحوثية مباني مناسبة يتلقى فيها طلاب المدرية التعليم سوى مدرسة واحدة احتوت على ثلاثة فصول كانت تستخدمها الميليشيات مقرا لقيادتها فلم يتسنى لها تفجيرها إثر معركة تحرير مدرية الغيلة احتوت المدرسة على أكثر من تسعمية طالب وطالبة لكل من مرحلة التعليم الأساسي والتنوي فيما بقي أكثر من ستمية طالب وطالبة لم يحصلون على التعليم بعد نظرا لما قام مدرسة الحوثية من تدمير المدارس الأربع التي كانت توجد في مديرية الغيل إلى مدرسة واحدة سبب لدينا ازلحام كبير بالطلاب ونشكو همنا إلى من يهمه الأمر بنظر الحل لهذه المشكلة التي نعاني منها لما استرننا من استخدام بيوت وأماكن بعيدة عن المدرسة واستخدام كذلك الخيم والمنازل المهدمة وغير كفصول دراسية لهؤلاء الطلاب وتقسيمهم إلى مرحلتين اللي فترة صباحية وفترة مسائية ويوجد لدينا أكثر من ألف طالب وطالبة يدرسون على ثلاثة فصول رئيسية والباقي كلها خارج من البيوت المهدمة وغيرها من المخيمات هذه الصورة تأخذك إلى نضال كبير وإصرار على تعليم طلاب الغيل والنازحين الذين أتوا إليها بيوت من طين مهجورة وضيقة وأدوات بسيطة تكاد تكفي لتلقي العلم هذه الجهود قتلت مشروع الحوث الذي دمر مدارسهم وحاول إعادتهم إلى عهد الإمامة حيث الجهل والتخلف نحن الآن في مدرسة الوحدة في البلاد ملائشية الحوثية دمرت مدارسنا كل شيء نحن نزحنا呀 في مدرسة الوحدة نزحنا يعني نحن في مدرسة الوحدة أنا قل أنهما في مدرسة ويوجه قلق ثلاثة فصول والباقي بيوت ندرسي بيوت خربت الملائشية الحوثية مدرسة وقد انظحنا هنا إلى القير وقد لم يمكتًا معها ثلاثة فصول فقط ندرس ومعنا بيت مخرب أنا ندرس فيه نشتي للحكومة تساعد مثلا تبني نشتي مدرسة عشان نقدر نحسن ندرس الكل في هذا الفصل المتواضع تفاعلنا بحماس مع أستاذهم لم يتقاعصون يوم في الذهاب إلى مدرسة الوحدة رغم المخاطر التي ترافق طريقهم كل يوم من قصف متواصل من قبل ميليشيات الحوثي ناهيك عن أن المدرسة تحاول الاستفادة من كل ما حولها يناسب في جعله فصل دراسي كهذه الغرفة الصغيرة التي كانت تابعة لبرغ الاتصالات رغم رغبة ميليشيات الحوثي في طمس التعليم عن المدرية وتدمير العديد من المدارس إلا أن مدرسة الوحدة تظل تكافح من أجل إعادة مسار التعليم والنهض بالمستقبل عبد العالم دحلان لقناة اليمن اليوم مدرية الغيل محافظة الجوف في تاعز نظم ناشطون وصحفيون وحقوقيون وقفة احتجاجية تنديدا باستمرار جماعة الحوثي في اعتقال الصحفي حمزة الجبيحي للعام الرابع تواليا يأتي ذلك في وقت رصدت فيه منظمة صحفيات بلا قيود مئة وثلاث حالات انتهاك تعرض لها الصحفيون خلال العام 2019 ودرع النقابة الصحفيين أواخر العام المنصرم ولكن الوضع مع مطلع العام الجديد ليس بأقل خطورة عن سابقه ما دفع ناشطين وصحفيين وحقوقيين لتنظيم وقفة احتجاجية للمطالبة باطلاق سراح جميع المعتقلين في سجون ميليشيات الحوثي بما فيهم الصحفي حمزة الجبيحي القابع خلف القطبان للعام الرابع على التوالي طالب الأمم المتحدة ومنظمات السابق الأحمر ومنظمات المجتمع المدنية الدولية والمحلية بتدخل العاقر والفاق على الميليشيات الحوثي اللي فنقل خوري عن الصحفي حمزة الجبيحي وكمية الصحابين المحتجون طالب المنظمات المحلية والدولية وصليب الأحمر بتحرك جاد وسريع للضغط على جماعة الحوثي المغلة في انتهاك القانون الدولي الإنساني المشدد على احترام حرية الرأي والكلمة وحرية الصحافة وعضع حد لمعاناة أسرة حمزة الجبيحي التي تترقب الإفراج عنه منذ أكثر من ألف ومئتي يوم الأصوات المنادية بكسر القيود ووقف الانتهاكات بحق الصحفيين في حالة تزايد مستمر بالمقارنة مع تمادي الميليشيات الحوثية في جرائمها بحق أعضاء السلطة الرابعة فقد رصدت منظمة صحفيات بلا قيود 103 حالة انتهاك خلال العام الماضي تنوعت بين القتل والاعتداء والتعذيب والاختطاف والتهديد والمحاكمات خارج نطاق القانون وحجب المواقع الإلكترونية وقصف منازل صحفيين ومنعهم من السفر وتلقي العلاج وطالبت منظمة الصحفيات بلا قيود بسرعة الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين مؤكدة رفضها المطلق مثول الصحفيين أمام المحكمة الجزائية المتخصصة تحت ما يسمى بمحكمة أمن الدولة الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية بالعاصمة صنعاء كونها محكمة غير معنية بقضايا الصحافة والنشر وأكدت المنظمة في تقريرها السنويل العام 2019 أن كل أطراف نزاعة دون استثنات عملت بعدائية مطلقة تجاه الصحفيين داعية للأطراف كافة إلى احترام القانون الإنسان الدولي والمواثيق والمعاهدات الدولية التي تلزم أطراف الحرب بحماية الصحفيين أثناء أداء أعمالهم المهنية خلال النزاعات المسلحة وإنهاء حالة الخوف الملازمة لهم حيث باتوا أهاليهم عرضة للخطر الداهم في ظل تفشي ظاهرة الإفلات من العقاب على الجرائم الواقعة بحق الصحفيين والإعلاميين تتابعون في النشرة أيضا مهرجان الشعوب والتراث يؤكد أن عدم مدينة مفتوحة للتراث والسلامة ميليشيات القوثية حولت الساحل الغربي إلى حق الألغام عشوائي موسيقى يعني لسبب الحواتين هو اللي يعني يزرع الألغام دين مسبب أن يخسروا الإنسان ابنعه موسيقى نفذ طلاب وطالبات اليمن الدارسين في الجامعة الماليزية اعتصام مفتوحة للمطالبة بمستحقاتهم في فعالية نظمت رابضة مفذية الجامعة اليمنية تحت شعار النفير الطلاب طلاب وطالبات اليمن المبتعثين للدراسة في ماليزيا كغيرهم من بقية الطلاب اليمنيين في دول العالم يعانون من عدم الإيفاء بمستحقاتهم الدراسية في ماليزيا عقد الطلاب مؤتمرا صحافيا لتصريد الضوء على المعاناة في مرحلة الابتعاث الأولى ومن ثم مرحلة الدراسة ومرحلة التخرج وما يرافق هذه المراحل من قصور الضالة لكل مسؤول يتابعنا الآن ومعه بنت الضالة لكل شخص معه عرب يتابعنا الآن احنا لو ما تقدروا تجيبوا لنا اتزاماتنا يعني فوقنا المانية والله العظيم ماني ماني أن نرجع بكرة رقعونا بكرة بلادنا ونحن رابع لا ترمونا في الخارج وما تعطونا مستحقاتنا الطلبة اليمانيون المبتعثون في ماليزيا باتوا مهددين بالطرد من جامعاتهم ومساكنهم جراء تأخر الحكومة في سداد الرسوم الدراسية وصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة منذ قرابة العام وهي مشكلة يعاني منها الطلاب اليمن بشكل متكرر والذين أصبحوا يعيشون أوضاعا إنسانية صعبة احنا هنا في بلادنا في الخارج ننهان نتبهدل ما نفكر لو مش بقد مرشب يداتكم تفلوا وقفوا هذا الفساد اللي تقوموا فيه ما نشتنكمل الدراسة عادي مش مشكلة خلاص نتحمل الوضع وربعونا بلادنا لكن لا ترحمونا في الغربة لا ترمونا بالنار وضع الطالبات سيئ 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 معاناة متواصلة بات يكابدها طلاب اليمن في بلدان الابتعاث ما اضطر البعض منهم للعمل في مهن مختلفة لتوفير أبصد متضلبات الحياة وهو ما أثر بشكل سلبي على تحصيلهم العلمي ليبقى الأمل في إيجاد حلول جذرية لمشاكلهم وعدم الاكتفاء بالتصريحات والوعود في أخبارنا الدولية تحتفل جمهورية مصر العربية بيوم الشرطة الذي يصادف الخامس والعشرين من يناير من كل عام وذلك تخليدا لملحمة الإسماعيلية التي صمد فيها رجال الشرطة المصرية ضد الإنجليز عام الف وتسعمائة واثنين وخمسين والتي سقط خلالها خمسون شهيدا وثمانون جريحا وياتي الاحتفال بعيد الشرطة في مصر تكريما للجنود المصريين الذين أظهروا بسالة وشجاعة ببنادقهم الشخصية ورفضهم للاستسلام أمام الجنود البريطانيين وأسلحتهم التقيلة والتي دفعت الجنرال الإنجليزي إكس هام بمطالبة جنوده بإعطاء التحية العسكرية لجثث شهداء الشرطة المصرية لدى خروجها من مبنى محافظة الإسماعيلية لشجاعتهم في العراق شهدت مناطق عدة مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن سقط فيها عدد من الجرحة ولاحقت قوات مكافحة الشغب محتجين عند جسر السنك في بغداد وأصابت سبعة منهم وفق مصادر طبية عراقية وحاولت قوى الأمن تفريق المتظاهرين وأزالت الخيام والحواجز الخرسانية قرب ساحة الاعتصام في العاصمة بغداد التي شهدت الجمعة مواجهات أوقعت ستة قتلى وجرح العشرات وفي البصرة اقتحمت قوى أمنية تعرف بقوات الصدمة ساحة الاعتصام في المدينة واتقلت أشخاص وأزالت الخيام من ساحة الاعتصام ومنذ العشرين من يناير شهد العراق صدامات بين عدد من المحتجين والقوات الأمنية إثر انتهاء المهلة التي حددها المتظاهر للسياسيين في البلاد من أجل تنفيذ مطالب المحتجين وعلى رأسها تشكيل حكومة مستقلة وإجراء انتخابات نيابية مبكرة في تركيا أكدت إدارة الكوارث والطواري ارتفاع عدد ضحايا الزلزل الذي ضرب عدد من الولايات التركية إلى إحدى وعشرين حالة وفاة وألف وثلاثين إصابة وذكر بيان إدارة الكوارث أن الزلزل الذي ضرب مناطق شرق البلاد بلغت قوته ستة فاصل ثمانية درجة على مقياس الاختر ومركزه ولاية الآزيغ وأن إجمالي الهزات الارتدادية بلغ مئة وثمانية واربعين هزة وأعلن وزير الصحة التركية أن نحو ثلاثين شخصا ما يزالون تحت الأنقاط كورونا الجديد بدأ من الصين ويتمدد إلى دول عدة ليصبح خطرا يهدد العالم إحصائيات متسارعة وصلت حتى اللحظة إلى إحدى واربعين حالة وفاة وإصابة أكثر من ألف وثلاثمائة شخص بالفيروس الرئيس الصيني يعقد اجتماعا لاتخاذ إجراءات لمكافحة انتشار الوفاء واحد واربعون شخصا توفوا حتى اللحظة بسبب فيروس كورونا الجديد الذي أصاب أكثر من ألف وثلاثمائة شخص على مستوى العالم في الوقت الذي سرعت فيه السلطات الصحية في شتى أنحاء العالم لمنع حدوث وباء عالمي نحن نتحدث عن نحو مائة وخمسة وسبعين شخصا كحد أقصى سيخطعون لهذا الأمر ومرة أخرى سيتم تحويلهم إلى منطقة حجر وليست الصين وحدها من ينتشر الفيروس فيها فقد امتد إلى تايلاند وفتنام وسنغفورة واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان ونيبال وفرنسا والولايات المتحدة وأستراليا كما أعلنت ماليزيا تسجيل ثلاث إصابات المريض يبلغ من العمر 48 عاما وعاد من الصين حيث قام برحلة استغرقت بضعة أيام أقام في مدينة ووهان وعاد إلى فرنسا في 22 من يناير الجالي الصحة الوطنية الصينية في بيالها أكدت أن مجمل عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في الصين تبلغ الآن 1287 حالة وارتفع عدد حالات الوفاء إلى 26 حالة وحدثت كل حالات الوفاء الجديدة في ووهان التي تم عزلها صحيا بشكل فعلي مع مسارعة الصين لإحتواء انتشار الفيروس أعلم أن حالتي كانت خطرة ومخيفة جدا إلى أن تم صرفي من المستشفى وعند وصولي إلى المجمع وجدت أن أغلب المحال التجاري المجاورة لاستكن كانت مغلقة والهدوء يخيم على المنطقة بخلاف الأيام الاعتيادية وأعلنت السلطات الصينية إغلاق خمس مدن جديدة فيها نحو 56 مليون نسمة في محاولة الاحتواء المرض وإعلان حالة الطوارئ وإغلاق المدارس حتى السابع عشر من فبراير بسبب سرعة انتشار الفيروس ونشرت القوات المسلحة الصينية طواقم طبية محترفة في إطار مواجهة مرض الالتهاب الراوي الناجم عن تفشي الفيروس وفقا لما أعلنته السلطات العسكرية لم نستعد حينها بالشكل المناسب لأننا اعتقدنا بأن المرض سينتشر بشكل محدود ثم اكتشفنا انتشاره في مجمع الحدائق السكني كما كان هناك شح في مخزون هذه الأقنعة وتم الإبلاغ عن فيروس كورونا في أواخر ديسمبر عام 2019 في مدينة موهان التي تقع وسط الصين قبل أن ينتشر الوباء في أرجاء عدة من البلاد ويعزز هذا الأمر فريضة أن مصدر الفيروس هو الكبرى الصينية نظرا لكون انتقال فيروس كورونا الوبائي للبشر تم في بداية الأمر عن طريق الحيوانات وفق رأي العلماء مجموعة من الأخبار الاقتصادية والزميل أمين العتيبة جولة اقتصادية جديدة ونبدوها بالشأن المحلي حيث كشفت مصادر تجارية أن العاصم الصنعاء ومناطق صيدرات المنشيات الحوثية تعيش حالة من الركود الاقتصادية الناجم عن قرار منع تدول طبعة الجديدة من العملة الوطنية وقال تجار في العاصمة أن حركة البيع والشراء تدنت بمستويات قياسية بلغت أكثر من خمسين بالمئة منذ إعلان المنشيات تطبيق القرار وأرجعت تجار سبب الركود إلى أن القوى الشرائية لمستلكين العادين تراجعت بسبب تأثيرات القرار في توقف المرتبات التي تصرف الحكومة لبعض القضاعات في مناطق الصيدر الحوثية ونعدام السيولة لدى تجار التجزئة بالإضافة إلى تخوف كبار التجار والضرارهم إلى استبدال ما لديهم من أموال بالدولار والريال السعودية أعلن البنك المركزي في عدن استمرار توفير العملة الصعبات لتغذية المتطلبات اليمن باستلع الأساسية وشفه الأساسية والسلع المموولة من الوديعة السعودية وقال بيان للبنك أنه منذ مطلع يناير الجارية تم مصارفة مبلغ 30 مليون دولار للمشتقات النفطية و20 مليون دولار للمواد الغذائية غير مشمولة بالوديعة السعودية وبسعر 570 ريال لكل دولار بالإضافة إلى السحب الجديد من الوديعة السعودية التي وصلت الموافقة عليها بمبلغ 227 مليون دولار علق أمار الشركات المقاولة العامين بموقع الضبط وقطعي 1451 إضرابهم عقب توجيهة اتحاد نقابة حضر موت بإمهار شركة بيترو مسيلة وشركات المقاولة ثمانية أيام إضافية بعد انقضاء مهلة العشين يوما المحددة لتنفيذ مطالبهم وطالب بيان للنقابة قيادة شركة بيترو مسيلة بتحمل كافة مسؤوليتها تجاه حقوق عمال القطاعات والضغط على الشركات المقاولة بإعطاء حقوق العمال باعتبارها مطالب مشروعة وقانونية بلغت مشتريات البنوك المركزية حول العالم أما العام الماضي أعلى مساوى تاريخي لشراء الذهب تجاوز 347 طن وقال خبراء دوليون في الاقتصاد أن هذا التحول غير المسموق صوب المعدن النفيس ليس إلا حركة لابتعاد عن الدولار إتقوم البنوك المركزية الشرقية بشكل أساسي بتجديس الذهب بينما روسيا والصين تؤكدان أن العملة الأمريكية ستنهار خلال هذا العام وسيكون ذلك خطيرا جدا على العالم وعلى الولايات المتحدة بشكل خاص وأخيرا تراجعت أسعار خام النفط أكثر من 2% متجهة صوب مستوى 60 دولارا للبرميل وخسارة أسبوعية حادة بفعل المخاوف من مزيد من الانتشار لفيروس كورونا في الصين ثانية أكبر مسارك لنفط في العالم يأتي هذا في وقت تبحثي منظمة الدول المسطرة البترول أوبك تمديد تخفيضاتها لإنتاج النفط حتى نهاية العام انطلقت في مدينة عدن فعاليات مهرجان الشعوب والتراث الدولي الثالث تعزيز تبادل الثقافات بين الشعوب وتأكيدا على المحبة والسلام والوئام وهدف المهرجان للتعريف بتنوع الموروث الثقافية اليمنية الفريقية على وقع هذه الرقصات الشعبية والأجواء الفرائحية انطلقت فعاليات مهرجان الشعوب والتراث الدولي الثالث في عدن بمشاركة عشر دول عربية وأجنبية في خطوة تعيد التأكيد للعالم بأن عدن مدينة مفتوحة للتعايش والسلام وتسعى دائما لتعزيز تبادل الثقافات بين الشعوب السعيد اليوم بافتتاحي لمهرجان التراث والشعوب الثالث الذي يقام في عدن والذي نؤكد وللمرة الثالثة بأننا نسير بخطة ثابتة من حسن إلى أحسن آلاف الزوار عبروا عن سعادتهم وفرحتهم بفعاليات المهرجان التي من شأنها المساهمة بنشر المحبة والسلام والتعايش وإحياء الموروث الشعبي المهرجان ده يعني شيء فوق الرائع نتيجة الأوضاع التي تعيشها البلد لأنه كانوا الناس محرومين من الراحة من النزهة من كثير من الأشياء المريحة كانوا محرومين منها وهذا المهرجان عمل مردود كويس للناس التنديم إن شاء الله ما شاء الله والله تمام حلوة جدا ونحنة كمان أول مشاركة هذا المشتراك المحافظات الجنوبية كانت هي الأبرز بين الأجنحة والمعارض في المهرجان حيث عرضت لواحات تراثية ومقتنيات شعبية نادرة في الجناح الحضرمي عملت على جذب أغلبية الزوار خلال أيام المهرجان محافظة حضرموت هي أحد المحافظات المشاركة ضمن مهرجان التراث والشعوب الدولي الثالث كانت حاضرة معنا العديد من الفقرات معنا قسم الضيافة فيه قسم خاص بالتراث الشعبي وفيه قسم خاص بالصور لأهم المعالم وأهم التراث الحضرمي بشكل عام أيضا كانت متواجدة معنا فرغة للرغص الشعبي طبعا الأبيان حرصت أن تكون حاضرة اليوم في هذا المعارض الثالث المعارض الشعوب والتراث لكي تظهر تراثها لكي يتحاول عليه من خلال العرض اليوم والتراث المهري يحتوي على كل الأشياء الموجودة في أثارية إضافة إلى الشعر المهري والترقمة والأمثال المهرية ونبدأ عن محافظة المهرة وحاولنا نجمع قد الإمكان كل ما يشمل التراث المهري تنوع الفعاليات بين المجتمعات الحاضرة جاء نتيجة لتعدد الدول المشاركة لترسم لوحة إبداعية شعارها المحبة والسلام دليل يوسف اليمن اليوم عدن رياضيا تأهل شعب حضرموت إلى المباراة النهائية للدور التنشيطي الذي ينظمه الاتحاد العام لكرة القدم عقبات جاوزه منافسي الطلال بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعت الفريقين على الملعب الأولمبي في سيئون الذي شهد حضورا جماهريا واسعا وتكفل الدولي عماد منصور بتسجيل هدف التأهل الثمين للفريق الملقب بالنوارس بعد مجهود فردي رائع في الدقيقة الرابعة والخمسين هذا الفوز موعدا في المباراة النهائية الأحاد المقبل مع منافسه وحدة عدم الذي تجاوز أهل تعز بهدف وحيد في مباراة نصف النهائية الأخرى موسيقى هذه النجرة انتهت لم يتبقى فيها إلا تذكير بالعناوين استمرار المعارك في جبهة نهم والقوات الحكومية تعقد العزم على التقدم صوب العاصمة صنعاء موسيقى افشال تسللات حوثية عدة في مدينة الحديدة والميليشيات تقصف نقطة رقابة ومستشفى داخل المدينة موسيقى تدمير ميليشيات الحوثي لأربع مدارس في منطقة الغيل في الجوف يحرم مئات الطلاب من مواصلة التعليم موسيقى موسيقى موسيقى